طيب احنا التجربة اللي فاتت كنا بندي سنجل استيميلاي للعضلة علشان نشوف الاستيميلاي ده هيعمل لها استيميلايشن ازاي عشان نرسم الكيرف اللي احنا رسمناه لسميناه سنجل ماصل تويتش في التجربة التانية اخدوا بالكو نفس كل حاجة نفس البرباريشن بتاعي اللي هو الجستروكنيميا سبساتيك نارف البرباريشن نفس الجهاز اللي كان بيرسم لنا الكيرفات نفسه كل حاجة بس المرة دي بقى هدي ايه هدي multiple successive stimuli يعني مش استيميلاي واحد لا اكتر من واحد successive يعني متتابعين بس ايه الفكرة الفكرة ان انا هديهم at different frequencies يعني ايه بقى different frequencies يعني هدي بسرعة كبيرة هذا الاستيميلايش ولا هدي بسرعة قليلة ولا هدي بسرعة متوسطة وهشوف ايه اللي هيحصل الكلام ده هيؤدي الى حاجة اسمها تيتنس وده اللي هنفهمه دلوقتي خلينا ناخد واحدة واحدة انا عندي دلوقتي تلات حاجات ممكن ادي بlow frequency ممكن ادي بmoderate frequency وممكن ادي بhigh frequency برضو علشان نفهم الكلمة خلينا ناخد حاجة حاجة هنتكلم الاول عن stimulation at low frequency يعني ايه كلمة low frequency يعني عدد قليل من stimulation في وقت معين بمعنى دي الماصر بتاعتي انا اديتها stimulation الاستيميلايشن ده خليها تعمل ايه خليها تعمل contraction وبعدين انا استنيت يحصل complete relaxation وبعدين اديت اللي بعده and so on يبقى انا بدي الاستيميلايشن بعد ما يحصل ايه complete relaxation يبقى انا العضلة بتاعتي بدي مرة وبعدين استنى شوية وبعدين ادي اللي بعدها وبعدين استنى شوية وبعدين ادي اللي بعدها وبعدين استنى شوية يبقى انا الاستيميلايشن اللي انا بديه ده low frequency بدي عدد قليل من الاستيميليشن. يبقى كل استيميليشن فول اكتر كومبليت مصر من اللي بعدك. فاللي هيحصل لي ايه? اللي هيحصل ان انا هرسم كيرف اهو. وبعدين خلصنا تاني فاعمل كيرف تاني. وبعدين خلصنا تالت ان سوءا. فالكلام ده هيعمل لي ايه? هيعمل لي اكتر من كيرف. اكتر من كيرف وكل واحد فيه منفصل. عشان كده بسميه سيبرت تويتشز. يبقى خدوا بالكو. اللي فاتت او التجربة الاولانية كان واحد بس. طب دلوقتي انا لما خليت الاستيميليشن بتاعي متكرر بالتبعية اداني كيرفات متكررة. دول بسميهم سيبرت تويتشز. يبقى لو انا الديت استيميليشن بعد الكمبليت ريلاكسيشن. الكلام ده هيعمل لي برودكشن اوف ساكسيسف سيمبل مصر تويتشز. نفس اللي فات اللي هو كان السيمبل تويتش بس مش سينجل. لا. ساكسيسف اكتر من واحد اللي هما سيبرت تويتشز. جميل? طيب. الديت زودت الفريقونسي. يعني زودت الفريقونسي. يعني بدل ما كنت استميليشن واستنى شوية وبعدين استميليشن واستنى شوية لايت بدي تيك 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 بسرعة. فإيه اللي حصل? اللي حصل ان انا بدل ما كنت ما باستنى ان يحصل كومبليت ريلاكسيشن. لا بقيت باجي في النص كده قبل ما يخلص. وقدي اللي بعده. قبل ما يخلص. وقدي اللي بعده. قدي قبل ما يخلص. وقدي اللي بعده. قدي قبل ما يخلص. وقدي اللي بعده. فكلام بتاع اللي قبله. يبقى دي بتاع الكيرف اهو قبل ما يخلص آني جاي في النص ومدي اللي بعده قبل ما اخلص عمت انا جاي في النص ومدي اللي بعده. الكلام ده هيعميلي ايه? الكلام ده هيعميلي حاجة اسمها neuen complete tetanus او كلونس. يبقى تاني حاجة هتحصل معي لو انا عملت moderate frequencies ان انا بقيت بدي بسرعة متوسطة. سعيدها بتاعي هيبقى اسناء بتاع الكيرف اللي قبله. وساعتها هيديني contractions متتالية بس كلهم مفهومش complete relaxation لأ شايفين ده contraction قبل ما خلص relaxation دخلت في contraction تاني قبل ما خلص relaxation دخلت في contraction تالت and so on القصة دي اسمها ايه اسمها incomplete tetanus او clonus دي باخدوا بالكم لو انا اديت stimulation وبعدين عملت contraction وكملت relaxation للاخر وبعدين اديت contraction تاني and so on وبعدين اديت stimulus تاني فcontraction تاني and so on دي كان اسمها simple twitches بس لو انا اديت stimulation وبعدين حصل contraction وقبل ما يحصل complete relaxation اديت stimulus تاني دي اللي بسميها incomplete tetanus او clonus يبقى عبارة عن ايه clonus ده definition ده مهم ده عبارة عن sustained contraction لاني contraction بتاعي مش بعمل relaxation للاخر يبقى jerky sustained contraction ده عبارة عن ايه عبارة عن contractions followed by partial relaxation يبقى relaxation بتاعي مش بيبقى complete عشان كده بسميه incomplete tetanus او clonus طيب ناخد بقى في اللي بعده انا عملت contraction وقبل ما اعمل اي relaxation اصلا قمتم ادي stimulus تاني قبل ما اعمل اي relaxation اصلا اديت stimulus تاني قبل ما اعمل اي relaxation اديت stimulus تاني الكلام ده هيؤدي لايه؟ هيؤدي ان العضلة طول الوقت تبقى في contraction الكلام ده بسميه tetanus يبقى المرحلة اللي بعد كده هي high frequency انا بدي بسرعة 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 يبقى بدي قبل ما يحصل اصلا اي relaxation يبقى الا stimulus بتاعي بيحصل امتا؟ بيحصل اثناء ال contraction phase يعني قبل ما بتدخل في relaxation انا بديها stimulus وبالتالي الكلام ده هيؤدي الى successive contractions contractions متتالية مفيش relaxation يبقى contraction on top of contraction وده اللي بسميه complete tetanus واخدوا بالكو ده اللي بيحصل في العادي في العضلات بتاعتي يعني لو انا واقف فرجلي فيها contraction هل بقى فوقع وقى فوقع وقى لا هي خلاص العضلة بتاعتي contracted وفضلة في contraction طول الوقت علشان افضل واقف فالعضلة بتاعتي تفضل في contracted هو ده اللي بسميه complete tetanus يبقى لو احنا عايزين نراجع هنقول تاني لو انا عملت low frequency low يعني على مهلي يبقى ادي stimulation ويحصل contraction واستنى ال relaxation يخلص وبعدين ادي stimulation تاني and so on ده اللي كان بيعمل لي separate twitches طيب اللي بعده بقيت بدي بسرعة متوسطة تك 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 يعني ايه مش باستنى يحصل complete relaxation بدي وقبل ما تكمل relaxation بدي وقبل ما تكمل relaxation بدي دي كان اسمها clonus طيب لو بقيت بدي بسرعة كده جده 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 قبل ما بيدخل اصلا في اي relaxation ده اللي هيعمل لي tetanus التلاتة ده المهمين definition بتاعهم frequencies بتاعتهم كل حاجة بتتساءلوا فيها يبقى بيقول لك لو انا عملت رابط successive stimuli هيعمل fusion of successive contraction يعني contraction وراء التاني وراء التالت هنفضل في complete contraction وده اللي كنا بنسميه tetanus او complete tetanus يبقى تاني بصوا كده على الصورة دي ده twitch وبعدين twitch وبعدين twitch وبعدين twitch دي اللي بسميها separate twitches ودي اللي انا كنت بديها blow frequencies طيب لو عملت twitch وقبل ما اوصل لrelaxation الدت اللي بعده وقبل ما اوصل لrelaxation دت اللي بعده and so on دول اللي بسميها clonus وهي هي incomplete tetanus لاتنين نفس الحاجة طيب لو انا عملت contraction وما عملتش relaxation اصلا فدت اللي بعده ففضلت ده اللي بسميه complete tetanus تاني لو انا عملت contraction وبعدين نزلت عملت relaxation وبعدين دت فعمل contraction وبعدين relaxation and so on دي اللي بسميها simple twitches طيب عملت contraction وقبل ما اعمل complete relaxation دت اللي بعده فطلع فقبل ما اعمل complete relaxation دت اللي بعده and so on دي اسمها clonus طيب عملت contraction وقبل ما ادخل في relaxation اصلا فضلت مكمل في contraction دي اللي بسميها تيتانس. طيب. عندي حاجة بقى مهمة قوي. بصوا كده في الصورة دي. انا في الاول كان سيبر التويتش بس شايفين الامبلاتيوت بتاعي كم فين? كل ما بزيد كل ما بمشي كل ما الامبلاتيوت بتاعي بيزيد. يعني هما سيمبل تويتشز عادي بس الامبلاتيوت بتاعهم بيزيد. يعني ايه الكلام ده? يعني انا بدي نفس الاستيميولاي. انا مزودتش استيميولاي. مزودتش الانتنستي بتاعته. كنت شغال مثلا بعشرة ميلي فولت انا لسه بدي عشرة ميلي فولت ما زودتهمش ومع ذلك بتاعي بيزيد بيزيد ازاي بيزيد كأن يطلع السلم علشان كده الفينافونة دي بساميها اي بساميها fuse فينافونة يعني زي السلم او تريب فينافونة تريب كلمة المانية معناها سلم كأني طالع السلم كل مرة انا ما زودتش بتاعي استيميولاي ومع ذلك بتاعي زيد الكلام ده كأنه يطلع السلم كأنه بيزيد. الكلام ده حصل ليهmotion قال لك والله اولا يعني ايه الستيميولاي دي او ايه الفينامينا دي ان انا الفورس اوف الكنتراكشن بتزيد خدوا بالكم ان الانتنسي is constant انا مزودتش الانتنسي بتاعت الستيميولاي طب ده بيحصل ليه قال لك والله بيحصل لعدة اسباب في حالة السيبرت تويتشز يعني انا بدي واستنى وبعدين ادي واستنى وبعدين ادي واستنى كل ما العضلة بتكنتراكت كل ما هي بتسخن واحنا عارفين ان الورمينج بيزود الكنتراكشن دي حاجة احنا قلناها already في استمبل ماصل تويتش ان الورمينج بيقلل البسكوسيتي بتاعت العضلة وبتاعت البروتينات اللي في العضلة فبيخلي الكنتراكشن اقوى يبقى في اللو فريكوينسي ايه سبب الترب فنومينا ايه سبب ان الكنتراكشن القوة بتاعته بتزيد بالرغم من الستيميولاي الانتنسي بتاعته سبتة هو ان العضلة كل ما بتكنتراكت كل ما بتكنتراكت بتسخن والفريكوينسي ايه سوري والورمينج او الهيت بروداكشن ده بيزود الكنتراكشن لانه بيقلل البسكوسيتي اللي موجودة في العضلة او بيقلل تماسك البروتينات في العضلة طب ده في اللو فريكوينسي طب في المودرات فريكوينسي نفس القصة هو الهيت بروداكشن ده حاجة وازيادة عليهم حاجة تانية هو الاكيوميليشن بتاع الكالسيوم اعينز يعني ايه الكلام ده احنا عارفين ان انا في الكنتراكشن في العادي علشان يحصل كنتراكشن احنا عارفين ان الكالسيوم بيطلع من مكانه من الساركوبلازم كريتيكيلم راجعه من النظري وبعدين لازم يرجع تاني للساركوبلازم كريتيكيلم فيه الرلاكسيشن الكلام ده كان بيحصل ان بعامل كنتراكشن وبعدين complete relaxation انا هنا عملت ايه عملته كنتراكشن وهو نازل في الرلاكسيشن امتنى متديله كنتراكشن كمان هل كل الكالسيوم رجع للساركو بلازم كريتيكلم لا فإيه اللي حصل اللي حصلنا دخلته في كونتراكشن تاني ولسه الكالسيوم متراكم لسه ما رجعش للساركو بلازم كريتيكلم وما احنا عارفين ان الكالسيوم ده بيزود الكونتراكشن طب اللي بعده قبل ما بعمل كومبيليت ريلاكسيشن والكالسيوم كله يرجع للساركو بلازم كريتيكلم ومتنم يديله واحدة كونتراكشن كمان كلام ده في الاخر هيؤدي الى ايه؟ هيؤدي الى accumulation of calcium ions يبقى خدوا بالكم في moderate frequency once ان ما حصلش complete relaxation معنى كده ان الكالسيوم مش كله رجع لستاركو بلازم معنى كده ان الاستيمولاس التاني هيديني more calcium على اللي already present على اللي موجود اصلا من اللي قبله فالمور كالسيوم هيؤدي الى زيادة force of contraction يبقى خدوا بالكم اسباب الترب في نومين اسباب ان في كل مرة لما بتزود الاستيمولاي او بتزود تكرار استيمولاي ال contraction بيزيد او force of contraction بتزيد بالرغم من intensity بتاعت الاستيمولاي ثابتة رقم واحد في هو بيحصل فالكالسيوم كان بيرجع مكانه بس ايه اللي كان بيزود هو وده احنا شرحناه بالتفصيل في الجزء اللي فات طيب في زيادة عليهم ان بيحصل يعني طالما ما عملتش معنى كده ان الكالسيوم مرجعش الاستيركو بلازم معنى كده ان الكالسيوم قاعد يتراكم في العضلة كالسيوم زيادة سي مع السي كالسيوم زيادة بيساوي contraction زيادة نفس القصة في في برضو والكالسيوم بيزيد طيب هل ده معناه ان هيفضل يزيد 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 للابد قال لك لا هو انت عندك فهو بيقول لك ان بتعمل ايه بتزود لغاية ما بنوصل المكسيمم خلاص العضلة مش هتجيب اكتر من كده مهما تراكم الكالسيوم ومهما زاد الهيد بروداكشن هو ده اخرها فهو بيقول لك ان احنا هنوصل مفيش خلاص خلصنا ده اخر العضل يبقى تاني هتتسألوا على كل واحدة من دول هتتسألوا على اللو فريقونسي اللي هيحصل المودريت فريقونسي الكولونس الهاي فريقونسي التيتنس فكل واحدة من دول ايه سبب في في اللو فريقونسي الهيد بروداكشن في المودريت والهاي فريقونسي الهيد بروداكشن والكالسيوم ايانز اكيوميليشن طيب دي حتة بقى من النظري وجزء منها ان شاء الله هنشرحه المديولك جايي بالتفصيل قال لك ايه العلاقة بين الاكشن بوتنشيال والكونتراكشن بصوا هنا كده في الاسكيليتا الماصل ايه اللي بيحصل الاكشن بوتنشيال بيحصل الاول وبعدين الكونتراكشن بتبدأ وبالتالي الجزء بتاع الريفراكتوري بيريود وده راجعوا من النظري الجزء اللي كان مستحيل العضلة فيه تكنتراكت مهما تنطط الريدي هو بعيد عن الماصل كونتراكشن يعني انت لو الكونتراكشن هنا هو لو جبت ستيميولاي في الحتة دي هيحصل كونتراكشن عادي ليه؟ لان انت بعيد عن الريفراكتوري بيريود يبقى انت طول ما انت بعيد عن الريفراكتوري بيريود ممكن يحصل contraction عادي ففي الaction potential بتاع الاسكليتا المصل هو بعيد عن ال contraction بتاع المصل يبقى في الاسكليتا المصل الaction potential ماله بيسبق المصل contraction ب2 ميلي سكند وبالتالي لما انت تدي له استيميولاي وهي contracted انت بعيد عن ال refractory period فممكن تcontract عادي الكلام ده مش واضح اوي دلوقتي بس هنفهمه بالتفصيل ان شاء الله المديول الجاي لما ناخد الcardiac muscle بيقولك الكلام ده مستحيل يحصل في الcardiac muscle تاني يعني ايه تيتنس؟ يعني complete contraction يعني contraction وخلاص ثابت في contraction ده مستحيل يحصل في الcardiac muscle laborsense كده هي لو عضلة القلب بتاعتي عملت contraction وفضلت ثابتة كده للأبد ده كويس يعني؟ مستحيل هي لو عضلة القلب المفروض تعمل ايه؟ contract تزوق الدم وبعدين ت relax تملى دم وبعدين ت contract تزوق الدم تاني and so on لو هي فضلت contracted كل سنة وإحنا طيبين مفيش قلب مفيش دم هيروح لبقية الجسم وبالتالي التيتنس never ever ان هو يحصل في الcardiac muscle لو حصل كل سنة وإحنا طيبين هنموت طب ده بيحصل بسبب ايه؟ بصوا كده بقى الaction potential ده الaction potential بتاع الكهرباء بتاعت القلب في نفس الوقت بيحصل contraction بتاع المصل وبالتالي لو انت تديت stimulation هنا وقت ما هي contracted الكهرباء تقولك لا يا حبيبي انت فوقت فانا مش هعرف انقبل فانت أصلا لو حاولت تعمل لها contraction on top of contraction يعني contraction فوق مش هينفع ليه؟ لان ساعتها انت هتقع في ال refractory period يبقى بصوا هنا كده عن دي ودي دي refractory period اللي هو الجزء ده بعيد عن contraction وبالتالي انت لو وديت stimulation وهي contracted هتفضل contracted عادي بس هنا refractory period بتاعتي بتقع وقت contraction فانت لو وديت stimulation وهي contracted مش هتcontract لان ده وقت refractory period لو مش فاهميني يعني ايه refractory period ارجعولها من النظر يبقى تاني cardiac muscle contraction بيحصل في نفس الوقت بتاع action potential مش قبلها وبالتالي هيبقى ماشي مع refractory period وبالتالي لو تمططت على دماغك مش هتعرف تعملها stimulation او هي مش هت respond عليك يعني وقلنا ده ايه اهم ان لو القلب عضلة القلب انقبضت وفضلت منقبضة كل سنة احنا طيبين ما فيش دم هيروح للجسم طيب بيقولك ايه الفاكتورز اللي بتأفكت التتنس نفس الكلام اللي احنا قلناه في single muscle طيب باللوقتي بقى هنتكلم عن شوية factors هتأفكت نفس الحاجات اللي اتكلمنا عنها في single muscle twitch warming cooling الفاتيج خلينا ناخدهم واحدة واحدة بيقولك في experiment دي او في التجربة دي frequency بتاعتي ثابتة يعني ايه frequency ثابتة يعني لو انا بدي stimuli مثلا كل انا هقول اقام اي حاجة بس عشان تقوى فهمية الفكرة لو انا بدي stimulus مثلا كل ثانية هفضل لدي stimulus كل ثانية ومع ذلك انا هشوف بقى لو انا عملت warming او cooling او fatigue الكلونس اللي هيتغير فيه خلينا برضو نفهم اول حاجة الا effect بتاع الwarming بصوا شباب عايزة كنت تتخيلوا معي انا كان عندي هنا كلونس يعني ايه كلونس يعني انا بعمل contraction وفي incomblite relaxation بدي stimulus ثاني اعمل contraction incomblite relaxation add stimulus ثاني and so on فده كان المنظر اللي مرسم لي جميل طيب انا مثلا كنت بعمل بدي contraction كل ثانية انا بقول اي ارقام بس عشان تتخيلوا الفكرة فكل ثانية كنت بقع في incomblite relaxation نفس القصة بقيت بدي contraction كل ثانية بس ايه اللي حصل العضلة دي دلوقتي forming يعني ايه forming يعني contraction ويه relaxation بتوعي بقى اسرع ففي الثانية دي لما انا هنا كنت بقع لسه في incomblite relaxation لقيت الدنيا هنا اسرع لما بقيت بدي لما حصل warming في الثانية دي حصل complete contraction و relaxation فالستيميولاي بتاعي بدل ما كان بيقع في incomblite relaxation بقى بيحصل بعد complete relaxation ايه ده ليه حصل كده لان warming صرع العملية دي فبقيت كل ثانية الاستيميولاي بتاعي بدل ما كان بيحصل في فترة relaxation بقى بيحصل بعد relaxation ما خلص فالرسمة بتاعتي تحولت بدل ما كان colonus بقت separate twitches ليه separate twitches لان زي ما قلنا warming صرع العملية دي فبدل ما هنا كان بيقع قبل ما relaxation بتاعي يخلص هنا بقى بيقع بعد ما relaxation بتاعي خلص وده اللي حوله من colonus لي simple twitches يبقى effect of warming الwarming بتاع المصل هيودي الى ان contraction بتاعتي هتبقى stronger وفي نفس الوقت shortening ليه المراحل بتاعتها يعني المصل twitch بتاعته هيبقى shortening فبدل ما كان stimulation بيحصل هنا والcomplete sorry والrelaxation بتاعي لسه ما حصلش نفس الاستيميولاس ده بقى بيحصل هنا بس relaxation بتاعي حصل بالكامل ليه لان الwarming صرع العملية دي الميكانيزم بتاعه نفس الميكانيزم اللي قلناه في اول واحدة اللي هو بيزود الchemical reactions وبيقلل el viscosity يبقى لفاكت بتاع الwarming ان انا كان عندي هنا كلونس اتحول لي separate twitches يبقى application of warm salion هيزود العمليات الكيميائية وهيقلل el viscosity وبالتالي بدل ما الاستيميولاس كان بيقع قبل ما relaxation يخلص بقى بيقع في نهاية relaxation وبالتالي حوله لي separate twitches العكس في الكولنج يعني ايه العكس في الكولنج بصوا كده على الرسمة دي انا كنت في الكولونس وكنت بدي كل واحد stimuli كل one second stimuli طيب كان الones السيميولاي بتاعي كان بيقع في ال incomplete relaxation طب جيت هنا لقيت الكولنج بطأ كل حاجة فبدل ما كان بعد ثانية كنت بقع في ال incomplete relaxation لقيت ان بعد ثانية انا لسه في contraction لان الدنيا على مهلها خالص فأمي بدي stimulation هو contracted ففضل contracted ديت stimulation هو contracted ففضل contracted كل ده حوله من للمنظر ده اللي هو التتنس يبقى ال effect بتاع الكولنج ان الكولنج بيخلي contraction بتاعي بطيء كل العمليات بتاخد وقت اطول فبدل ما نفس ال frequency او بعد ثانية كنت في ال incomplete relaxation بقيت دلوقتي في ال contraction ففضلت contraction contraction فحولته complete tetanus الميكانيس بنفس الكلام بالضبط انه هو بيقلل reaction ويزود يبقى هنا كان عندي clonus اتحول ل tetanus نتيجة انه انا حطيت cold saline لانه بيقلل chemical reactions وبالتالي stimulation بتاعي بقى بيقع وقت contraction مش بعد او مش اثناء relaxation جميل طيب عايزينها انتو مفوتوا بقوا فهمتوها عايزين بقى تفتكروها افتكروها ازاي افتكرو ان احنا كنا بنرسم هنا separate twitches وبنرسم هنا colonus وبنرسم هنا tetanus افتكروها بقى wc wc اللي هو الحمام wc يعني ايه يعني الكولونة صحوف النص لو انا عملت warming هرجع الورا هرجع ليه separate twitches لو انا عملت cooling هطلع له قدام اللي هو tetanus wc لو انا عملت من الكولونة عملت warming هروح نحية separate twitches لو انا عملت cooling هروح نحية tetanus طيب ايه الافكت بتاع الفتيج قالك والله prolonged stimulation للمصل هيؤدي الى مصل فتيج يعني ايه مصل فتيجي يعني العضلة هتتعب شايفين ده tetanus هنا فتيج فتيج يعني ايه يعني خلاص انتهينا العضلة اصلا مش قادرة تعمل contraction يباخده بالكو ده incomplete tetanus او ال colonus ده incomplete tetanus once ان العضلة تعبت خلاص contraction بتاعي بيقل ليه نفس الميكانزمات اللي احنا قلناها قبل كده طيب بيقولك تأثير الفتيج لو انا بعمل تجربة فعضلة برة او لو انا بشوف في جسم البني ادم مين فيهم هيتعب اكتر قالك طبعا الفتيج هيحصل رابد لي في العضلات بتاعت التجارب ليه لان جوه البني ادم الفتيج بتاعي is delayed و reversible بيتأخر وبيبقى reversible ليه قالك والله لان انا عندي دورة دموية في جسم البني ادم بتصبلي المصل بالاكسوجين والنيوترين وبالتالي اي ميتابولايت او لكتك اسد هتتراكم هنعرف نشيلها والحاجة التانية ان في عضلات بتريح وعضلات بتشتغل فالفتيج بتاعي مش بيظهر قوي دي امثلة بقى للحاجات اللي هتجيلكو في الامتحان هيجيلكو الكيرف ده اللي هو طالما بنطلع نعمل complete contraction وننزل تاني للrelaxation يبدأ اسمه simple muscle twitches يجي يقولك طب ليه كل مرة ال contraction بيزيد عن المرة اللي قبلها او ايه السهم اللي طالع ده ده اللي بسميه staircase phenomenon العضلة بتcontract force of contraction بيزيد يبقى increase force of contraction نتيجة ايه with success of stimulation يعني كل مرة بيحصل stimulation contraction بيزيد بالرغم من ان ال intensity بتاعت الاستيميليشن بتاعتي سبت جميل وطبعا كل مرة هيقولك ايه الكوزز بتاعتها نعرفها احنا قلنا في السيبرت muscle twitches كانت الكوزز بتاعتي هو increase the heat production جميل طيب بعد كده هيقولك ان ده كان colonus اهو وبعد كده تحول لتتنس ايه اللي هيحول الكلونس لتتنس افتكروا WC طالما انا رايح النحية دي يبقى ده الكولينج اللي هتتسأله عليه تاني الكيرف ده اصلا عبارة عن ايه عن كلونس الكيرف ده عبارة عن ايه عن تتنس الفرق بينهم ان في الكولونس بيحصل as moderate due to moderate frequency stimulation ان انا بعمل moderate frequency stimulation فالنتيجة اللي بيحصل ان انا بقع اثناء relaxation يبقى ده التعريف بتاعه برضو مهم قوي اما التتنس التتنس ده بيحصل ان انا بدي stimulation اثناء contraction فبفضل في ايه في continuous contraction contraction بيفضل مستمر without relaxation بسبب ايه بسبب high frequency stimulation طيب الصورة دي برضو مهمة قوي هيقول لك الايد عبارة عن stemble muscle twitches ال b اللي هو الكلونس وال c اللي هو complete tetanus قلنا علشان نتحرك افتكروا wc علشان ارجع الوراء اوصل ال simple muscle twitches يبقى هعمل warming عشان اطلع لقدام التتنس يبقى هعمل cooling يبقى ازاي احول الكيرف مثلا هنقول لك ده a وده b وده c ازاي احول b لc يبقى cooling ازاي احول b لأي يبقى بال warming وتعرفوا طبعا اسباب كل حاجة ان warming بيزود chemical reactions وي بيقلل viscosity نفس القصة ان cooling بيقلل chemical reactions وي بيزود viscosity اخر جزء معنا هو عبارة عن تستين كده هنتكلم عن كل واحد فيهم اول واحد فيهم اسمه nerve conduction test من الاسم كده ده عبارة عن test بقيس بي ايه بقيس بي conduction التوصيل جوه العصب هو nerve يبقى ده test بشوف بيه التوصيل جوه العصب لان العصب بتاعتي وظيفته انه هو ينقل شو الشحنات دي الوظيفة الاساسية بتاعته فلو هو بينقل الشحنات يبقى العصب ده عشرة على عشرة ما بينقلش الشحنات او بينقلها ببطء يبقى فيه مشكلة في العصب يبقى دي التست اللي انا هعرف به وظيفة العصب طيب هعرف الوظيفة دي ازاي قالك والله انا هدي electrical stimuli للألنر نيرف يعني انا هدي محفز للنيرف اي نيرف بس احنا هنا المثال بتاعنا لما ادي stimuli للنيرف ده الطبيعي ان النيرف ده يروح يحفز العضلة اللي بيعمل لها supply لما العضلة دي تتحفز يبدأ يظهر فيها action potential انا بقى هسجل الaction potential ده يبقى تاني انا هدي stimulus للنيرف لو النيرف بتاعي ده شغال المفروض ان هو ينقل الشحنة دي للعضلة اللي بيعمل لها supply اللي هي هنا المثال بتاعنا الألنر نيرف اللي بي supply abducteddigity manimy muscle العضلة موجودة في الايد واخدينها انتو في الاناتوني طيب لو هذا الاستيميلس وصل للنيرف والنيرف بتاعي شغال وبينقل هذا الاستيميلس للعضلة العضلة هيبدأ يظهر فيها تغير كهربي التغير الكهربي ده هيظهر في صورة action potential يبقى ساعتها انا هسجل الaction potential ده طيب هنا بسميه compound action potential لان لو انتو فاكرين من النظري الaction potential بقوله لو حاجة بتحصل في نيرف fiber 1 او في muscle fiber 1 بس هنا لو هيحصل في العضلة كلها على بعضها يبقى اسمه compound action potential يبقى اول حاجة بقراها من التاست ده compound action potential بتاع العضلة نتيجة ان انا ادتها electrical stimuli للنيرف اللي هو هنا المثال بتاعي الالنيرف طيب الكلام ده هعمله عن طريق جهاز اسمه biopac student lab وده عبارة عن كمبيوتر كده الفيديوهات بتاعت الساكاشن بتاعتكم لو شفتوها هتلاقي عبارة عن كمبيوتر كده جنبه جهاز بيطلع منه سلوك بوصلهم في ايد العيان وبديله stimuli وبعدين بيبدأ يظهر لي الaction potential ده على الكمبيوتر طيب قالك بس كده دي الحاجة اللي هيسها من التاست ده قالك لأ في حاجة كمان حاجة اسمها latency أو latent period برضو من النظري احنا عارفين ان انا هدي stimulus هنا الaction potential بتاعي هياخد شوية وقت على ما يظهر يبقى مش هيحصل في نفس اللحظة الوقت ده اسمه latent period يبقى يعني ايه latent period أو latency وده definition ممكن تتسأله فيه قالك ان ده time اللي elaps اللي هناخده من الوقت بتاع الاستيميلس من الستارت بتاعت الاستيميلس لغاية ما يظهر الaction potential الوقت ده اسمه latency وهواريكو دلوقتي كرفيت طيب يجي يسألكو يعني ايه compound muscle action potential قالك والله ده مجموع زصم مجموع كل الaction potential اللي بتحصل في الانديفيدوال muscle fibers يعني في العضلات الفيبرز الفرادة نجمعهم كلهم على بعض يديني compound muscle action potential طيب هذا الaction potential هيظهر ازاي هيظهر ان انا data stimulus للنерв اللي بيصاب لاي العضلة يعني انا العضلة دلوقتي بعملها examination عشان شوف الaction potential بتاعها هو ايه اللي بيحصل في الجسم اللي بيحصل في الجسم ان النерв يبقى ماشي فيه كهرباء والكهرباء دي تروح تحفز العضلة فهو ده اللي احنا هنعمله هنقبلاي electrical stimulus للنерв اللي بيصاب لاي هذه المسل طيب once initiated يعني once ان الكهرباء دي وصلت في النерв او وصلت في العضلة هتبدأ تتنقل كمان للجلد هتبدأ نتنقل للسورفس بتاع الاسكن انا هنا بقى هبدأ اسجل الكهرباء دي بالrecording electrodes او بالاسلاك اللي طالع من الجهاز علشان تقرأ هذه الكهرباء يعني ببساطة انا دلوقتي الجهاز بتاعي بيتكون من لي بين حاجة اسمها stimulating electrode وrecording electrode stimulating electrode يعني السلك اللي هيحفز السلك اللي هيحفز ده هيحفز النерв النерв بتاعتي هتحفز المصل المصل لما تشتغل تبدأ يظهر فيها كهرباء هذه الكهرباء تتنقل عن طريق الجلد عن طريق الجلد يقراها الrecording electrodes او الاسلاك اللي بتسجل اللي موجودة على الجلد فترسم لنا الجراف اللي فيه الaction potential يبقى تاني انا هدي عن طريق stimulating electrode يعني السلك اللي بيحفز هيحفز النерв النерв هيحفز المصل المصل هتبدأ تظهر فيها كهرباء الكهرباء دي هتتنقل للجلد عن طريق surface بتاع ال skin او سطح الجلد انا هحط recording electrodes اسلاك تسجل هذه الاسلاك اللي هتسجل هترسم لي الaction potential طيب بيقول لك بقى latent period اسبابها ايه يعني احنا قلنا اول مبادي التحفيز مش بيظهر action potential على طول بناخد وقت فبيقول لك ان انا عندي طايم هناخده من ال application بتاعة الاستيملس لغاية ما يظهر الaction potential اكتبه كده بيساوي latent period هو ده definition بتاع latent period هناخده ليه ليه بناخد الوقت ده قالك والله لان النерв ده هتتنقل فيه الكهرباء وبعدين هيطلع الاسيتيال كولين رجعوا الكلام ده من النظر الاسيتيال كولين هيطلع يروح يمسك في الريسبتور على ما يمسك في الريسبتور يبدأ يظهر لي الaction potential في العضلة انا بسجل ايه انا بسجل الaction potential اللي ظهر في العضلة يبقى الaction potential اللي ظهر في العضلة ده هياخد شوية وقت على ما يظهر ليه لان ببساطة الكهرباء اللي انا قدتها في النерв دي هتاخد شوية وقت على ما تحفز الاسيتيال كولين يطلع من الفيزيكيلز بتوعه والاسيتيال كولين يروح يمسك في الريسبتور بتاعته على العضلة وبعدين نبدأ نعمل الكهرباء اللي موجودة على العضلة اخدوا بالكم ده نفس الكلام اللي احنا قلناه فيه اسباب latent period فيه single muscle twitch يبقى تاني لو جالكوا سؤال ايه اسباب latent period في النерв conduction test ان النерв هياخد وقت على ما يوصل يعمل release للاسيتيال كولين اسيتيال كولين يروح يمسك في الريسبتور بعد كده يعملي حاجة اسمها end plate potential الكهرباء اللي هتبقى موجودة في ال plate ده في الطبق ده شرحينها في النظري وبعد كده يبدأ يظهر ال action potential اللي احنا بنسجله طيب بيقولك النерв conduction studies او test او test اللي انا بقيس به التوصيل في العصب من اللي بعملو ليه بعملو عشان evaluate ال function بتاعة العصب طب هي ايه اظلم وصيفة العصب قالك وظيفة العصب ببساطة انه وينقل الكهرباء فانا لو ال nerve ده لقيته بينقل الكهرباء يبقى شغال لقيته ما بينقلش الكهرباء يبقى بايد طب بينقل الكهرباء بس لقيت سرعة نقل الكهرباء بطيقة يبقى ال نerve ده في مشكلة يبقى علشان اعرف سرعته بطيقة ولا مش بطيقة بشوف الحاجة التانية اللي اسمها nerve conduction velocity يبقى الحاجة التانية اللي بقاسها من التست ده حاجة اسمها سرعة التوصيل يبقى رقم واحد هاشوف بيوصل ولا لأ رقم اثنين لو بيوصل السرعة بتاعت التوصيل عاملة ازاي كل ده كلام نظري يعني من اللي انا قلتو ده تعرفوا ايه تعرفوا شوية الديفنيشنز اللي احنا قلناها يعني ايه ليتنت بيريود يعني ايه أسباب الليتنت بيريود يعني ايه تبقوا فاهمين الفكرة بتاعت التست من هنا ممكن تجيلكوا الصورة دي ايه الكيرف ده قالك والله ده انا اديت الستيميلوس اهو طب وهنا ده المسافة دي ده الستيميلوس وده المسافة دي ايه الوقت ده ده اللي احنا قلنا عليه يجي يقولك ايه المسافة دي ايه التعريف بتاعتها تقولوه ايه الاسباب بتاعتها تقولوها تاني دي الاسئلة اللي بتيجي طيب بعد كده ايه ده ده يعني ايه كنباوند اكشن بوتينشيل تقولو جميل طيب يجيلكوا سؤال بعد كده لو انت لقيت سرعة التوصيل قليلة واحنا نعرف دلوقتي ايه سرعة التوصيل او في مشاكل في التوصيل ممكن يكون المرض قالك عندنا مثال جميل لمرض بيدمر المايلين شيز وطبعا المايلين شيز دي مهمة في التوصيل ارجعوا للنظري ايه بقى المرض ده مرض اسمه MS او Multiple Sclerosis هتاخدوه بالتفصيل بعد كده ده مرض مناعي بيدمر المايلين شيز بتاعة النرفات الموجودة في الجسم ومش specific لنرفه معين بيجيب اعراض مختلفة يعني ممكن يدمر فالراجل ده يتعيمي شوية ممكن يدمر النرفات اللي مسؤولة عن العضلات فالراجل ده يتشل شوية ممكن يدمر اي نرف مسؤولة عن اي حاجة فيجيلي بالاعراض بتاعته ده اسمه Multiple Sclerosis يبقى يجي يقولك المثال اللي هيأثر على Nerve Conduction Velocity على سرعة التوصيل ويقللها ولما هيقلل سرعة التوصيل يبقى هيزود برضو مشروحة في النظري بس هرجعلك ولو انا بطيئة يبقى هوصل البيت في وقت طويل نفس القصة لو ال Nerve بتاعي سرعته بطيئة يبقى التوصيل هياخد وقت طويل على ما يبدأ يحصل Action Potential فالLatant Period بتاعتي هتطول يبقى ايه ال Disease اللي ممكن يدامج هو Multiple Sclerosis بيعمل ايه في الفلاصتي بيقلل السرعة وبيزود Latent Period طيب الجهاز بتاعي عامل ايه قولنا ان هو ده الجهاز اسمه الجهاز ده ببساطة انا عندي ايه عندي الكترود يحفز ولكترود يسجل انا عايز الكترود يطلعلي الكهربا اللي هتحفز ال Nerve وبعد كده عايز سلك تاني يسجل الكهربا اللي حصلت في العضلة يبقى انا عندي Stimulating Electroods و Recording Electroods اول حاجة عندي Three Dispossible Electroods Dispossible يعني بستخدمهم مرة وارميهم دول اللي بسميهم Recording Electroods هم دول اللي هايسجلوا طيب اي حاجة بنقيس فيها كهربا في جسم البني ادم لازم يبقى فيها سلك ارضي اللي هو الاسود ده يعني ايه سلك ارضي او كراوند الكترود ده بحطه على ظهر الايد ده ببساطة ايه شحنات كهربية زيادة بيرميها طيب Recording Electroods عندي اتنين ما جايش ولا المفروض بيجي انه هو يسألك بنحط الالكترود ده فين بس هو من الصورة كده تبقى فاكرينهم اول حاجة عندي Positive Electroods هو الاحمر حطه فين حطه فيه نهاية الصبع الخامس يبقى حطه في ال Base بتاع Proximal Bone of Little Finger بتاع الصبع الصغير ده طيب بعد كده عندي وبين ال Base ده او بين نهاية الصبع الصغير في الحطة دي في النص يبقى ال Negative Electroods او ال White بحطه Midway بين Distal Rest Grease وال Base بتاع الفيفس ديجت او الصبع الخامس طيب ده اسمه ايه ده اسمه Recording Electroods ده اللي هيسجل طيب فيه حاجة بقى اسمها Stimulating Electroods اللي هيديني الشحنة الكهربية اصلا بسميه Human Safe Stimulator يعني Stimulator بس مش Human Safe يعني عادي البنيادمين ممكن يتحط عليهم هو الجهاز الاسود ده بضغط هنا فبيطلع لي الكهربا طيب هحطه فين؟ انا عايز احفز ال Nerve فهحطه على اي حتة ال Nerve ماشي فيها بيقولك Could be placed at any site موجود فيه الصورة دي الصورة دي اللي هي ايه؟ اللي هو الكورس بتاع ال Alner Nerve يعني انا بحفز ال Alner Nerve فانا هحطه في اي حتة في الكورس بتاع ال Alner Nerve ال Esteps دي مش بتحفظوها طبعا بيقولك نظف الجلد وحط الالكتروز على المكان اللي انا عايز عايز ايس الكهربا بتاعته واخلي البني ادم يرايح ايده على الترابيزة والبالما بتاعه يعني بصص لفوق والقلبه شوية يبقى فليكسد وبعد كده بيقولك حط ال Stimulating Electrode هو في اي حتة في الكورس بتاع ال Alner Nerve وبعد كده سجل ايه اللي هيحصل طبعا هتبدل تزود 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 في ال Intensity او في الشحنة اللي بتستيميولات بيها لغاية ما تلاقي ان الصباع الصغير اتحرك معنا كده ان المصل اللي هي Digity Manomy Muscle اللي احنا اصلا منشوف الكهربا فيها اشتغلت لان لو اشتغلت يبقى الصباع الصغير اتحرك لو اتحرك يبقى المصل اشتغلت فانا بوضل احفز 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 لغاية ما لاقي ان العضلة دي اشتغلت والصباع الصغير بتاعي اتحرك هيظهر لي المنظر ده ده اول مادة ال Stimulation ال Action Potential بتاعي ظهر هنا معنى كده ان الوقت ده اللي اسمه Latent Period طيب زي ما احنا عارفين في اي حاجة في الدنيا انا عندي بيقولك ان انا هشوف الحتة من اول ال Stimulation لغاية ال Action Potential وهحسب Latent Period دي خلاص احنا عارفين ان انا اي سرعة في الدنيا بتساوي مسافة على زمن يعني ايه سرعة بتساوي مسافة على زمن يعني لو بنقول العربية بتمشي 100 كيلو في الساعة يبقى 100 كيلو دي المسافة في الساعة ده الزمن طيب انا عايز اعرف سرعة التوصيل في النرف اعملها ازاي قالك ببساطة مسافة على زمن يعني ايه يعني بص هنا هو مشي مسافة قد ايه الكهربا مشت مسافة قد ايه في وقت قد ايه اقسموا على بعض يطلع لك سرعة التوصيل بتاع النرف هو هنا بيقولك الاناليس بقى بتاعي ال Action Potential بتاعي Latency قولنا ان ده الوقت من اول لغاية ما ظهر ال Action Potential اللي هي الحتة دي تاني جيلكوا سؤال في الامتحان يعني ايه Latency ايه الاسباب بتاعي ده طيب بصوا كده في الرسمة دي ده الستيملس اول ماديته لقيت فيه كهربا تحت هل الكهربا دي هي ال Combound Action Potential حصلت في نفس اللحظة قلنا لأ مستحيل لان لازم يبقى عندي Latent Period وما لقيت كهربا اللي حصلت هنا دي ايه ده قالك والله ده اسمه Artifact يعني ايه Artifact يعني حاجة بايزة لو واحد بيقرأ أشعة مثلا CT او يعني أشعة مقطعية او رانين ييجي يقولك وهو بيقرأ أشعة لا ده Artifact يعني حاجة بايزة في الأشعة حاجة مش جاية من الجسم حاجة جاية من عوامل خارجية دي نفس القصة الارتفاكت دي كهربا عبارة عن ان هي كهربا ماشية على جلد البنية ده مالهاش علاقة بالله انا بسجله يبقى خدوا بالكم Not be confused يعني ما تطلق بطوش ان الكهربا دي تكون Action Potential لأ لازم يعدي وقت اللي هو بسميه Latent Period جميل؟ يبقى قلنا Latency هي المسافة دي طب لو لقيت تحت Stimulation هنا فيه كهربا لا دي Artifact ودي ما بنحسبهاش طيب بعد كده قلت لكم Velocity زودوها Velocity او سرعة التوصيل بتساوي Distance على Type يعني المسافة على الزمن اللي الكهربا اخذتها ده اول تستمعانا ثاني تستمعانا اسمه l-E-M-G من الاسم كده Electromiography يعني برسم مايو يعني عضلة الكترو يعني كهربا يعني ببساطة انا برسم الكهربا اللي بتحصل في العضلة يبقى Electromiography يعني انا برسم الكهربا اللي بتحصل في العضلة شايفين Electromiography الكهربا من المسل اللي بتحصل في العضلة لما اعمل ايه لما اعمل للعضلة دي جميل؟ طيب نفس القصة بالزبط انا هحط على الجلد هتسجلي الكهربا اللي ظهرت فيه العضلة طب هيديني المنظر ده قال لك المنظر ده مشتت جدا شايفين كهربا زيادة فوق وكهربا مش مظبوطة فاحنا عملنا تحليل بطريقة حسابية مش عليكو خالص علشان بدل ما هي كانت مش عوطة كده وطلعة في كل حتة هرزم خط بسيط الخط ده يبقى سهل فيه التفسير بتاعة كهربا الخط ده هسميه ايه؟ هسميه Integrated EMG Integrated Electromiography يبقى Integrated Electromiography ده عبارة عن طريقة تانية بشوف بيها الكهربا دي بس طريقة أسهل شوية وبعملها عن طريق مجموعة من العمليات الحسابية وغالبا بستخدمها أكتر في الريساش طيب هعمل ازاي نفس القصة هنضف الجلد هحط الالكتروز على الأماكن اللي أنا عايزة شوف فيها العضلة بتاعتها بس هنا هسجلها على Dominant Arm يعني يه كلمة Dominant Arm أنا عايزة إيس الكهربا بتشتغل كويس لو البني آدم بيأكل ويشرب ويكتب بإيده اليمين يبقى عضلات إيده اليمين شغالة أكتر من الشمال يبقى أنا لو عايزة أشوف الكهربا اللي في العضلة أشوف اليمين دي اللي بسميها Dominant Arm طب لو واحد أشوال يعني بيأكل ويشرب ويكتب بإيده الشمال خلاص حطها في Dominant Arm بتاعته اللي هي الشمال جميل؟ طيب هناك في الNerve Conduction كان الرجل حطت إيده على فخدته على الثاي هناك كان حطتها على الترابيزة هنا هيحطها على الثاي على الفخدة بتاعته طيب بس كده قال لك لأ أنا عايزة العضلة بتاعتي تcontract وتشتغل علشان أشوف الكهربا اللي بتحصل فيها فأخلي الراجل ده يمسك في إيده small object يمسك في إيده كرة صغيرة مثلا علشان وأنا بعمل التست أقول له يضغط على هذه الكرة بصوا كده المنظر ده عشان لو جتلكوا الصورة دي تعرفوا نهية l-amg طب لمش اولا حاطت إيده على رجله رقم اتنين مسك حاجة في إيده أنا هعمل إيه بقى أنا أولا هوصله بالجهاز هعمل زي set up كده للجهاز يعني هقول للجهاز إيه ابدأ كده من الأول كده وصح صح معنا وعمله تحديس عشان نبدأ نشتغل طيب هريكورد إزاي قال لك والله هقول للراجل ده يعمل يعني يضغط بإيده على الكرة ثانيتين وبعدين يريح ثانيتين بعدين يضغط ثانيتين بعدين يريح ثانيتين يضغط ثانيتين ويرايح ثانيتين أربع مرات وفي كل مرة بقوله زود الضغطة بتاعتك يعني الأول اضغط بسيط وبعدين اضغط جامد وبعدين اضغط أجمد وبعدين اضغط أجمد القصة دي اسمها إيه اسمها clinch release weight cycles يعني الكلام ده clinch يعني تضغط release يعني تسيب wait يعني تستنى شوية وبعدين نعيد تاني سايكلز يبقى كلنش سانيتين ويت سانيتين كلنش سانيتين ويت سانيتين دي اسمها كلنش ريليز ويت سايكلز يعني متتابعة قصة دي عملها اديه عملها اربع مرات كل مرة بيسيب ويفتح بيقعد سانيتين الاول بنبدأ بويك كلنش يعني كلنش بسيطة وبعد كده نبدأ نزود الكلنش بتاعنا هتطلع للرسمة دي ايه الرسمة دي في الاول الكهرباء بسيطة عشان كنضغط بالراحة دي الكهرباء ازياد دي الكهرباء ازياد دي الكهرباء ازياد خالص طيب ايه الفرق من الرسمها اللي فوق ولا تحت اللي فوق ده الـ AMG اللي احنا عارفينه بسميه رو AMG طيب اللي تحت دي العمليات الحسابية اللي بطلع منها شكل شكل وانضف شوية ده اللي بسميه integrated EMG يبقى اللي فات ده انا بقيس بايه بقيس بيك كهرباء اللي موجودة في العضل قالك طب انا عايز ايس بقى المسل فورس والمسل فاتيجي يعني القوة اللي موجودة في العضلة نفس اللي فات بالزبط بس بدل ما كان بيمسك كرة هنزود عليها حاجة اسمها داينامو ميتر علموا على دي يعني ايه هاند داينامو ميتر البتاع ده قال لك والله ده جهاز بدل ما أنا بقى بقيس ان هو اقوله بالراحة وبالجامد ومش عارف ايه لا هو كل مرة هيضغط الجهاز ده هيسجلي الفورس القوة بتاعت الانقباض يبقى الجهاز اللي في ايده ده اسمه داينامو ميتر نفس الكلام بالزبط هعمل سيت قبل الجهاز وبعدين اقوله بالراحة اجمد 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 يجي يقولك ليه كل مرة الفورس بتزيد لان ببساطة كل مرة لما بتضغط زيادة انت بتحفز موتور بليتس اكتر او مصل سوري مصل يونتس اكتر يعني مصل يونتس اكتر يعني وحدات من العضلات بتشتغل اكتر الكعربة بتمشي فيها اكتر فالفورس او قوة انقباض العضلة بتزيد طيب رسمنا ده ده بيسجل ايه ده بيسجل الفورس والفورس بنقيسه بالكيلو جرام يعني لو جالك الجراف ده الجراف ده عبارة عن ايه عن الفورس الجهاز اللي انا بستخدمه فيه اسمه داينامو ميتر طيب قالك قلت للرجل اللي فات ده كان نفس القصة امسك سيب امسك سيب امسك سيب بس هنا كان مسك على داينامو ميتر طيب في الجهاز ده قالك في الجهاز ده انا هقول له امسك على الديناموميتر as hard as possible يعني اضغط جامد جدا 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 هل هيفضل ضغط جامد جدا للأبد قالك لا العضلة بتاعتي شوية هتتعب هتتعب يعني ايه اللي هيحصل يعني الفورس بتاعها هيقل طب ام تقول ان حصل فاتيج في العضلة ان العضلة تعبت وفيصت قالك لما الفورس ده ألاقيه نزل بقى اقل من 50% يبقى تاني عشان اقيس الفاتيج هعمل ايه الراجل اللي على جهاز ماسك جهاز الديناموميتر ده وبقس له الكهرباء على الكمبيوتر بقول له اضغط جامد جدا 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 وخليك ضغط جامد جدا 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 لغاية ما ألاقي ان الفورس بتاعي في الرسمة بدأ يقل اكتر من 50% وانس انه اقل اكتر من 50% يبقى معنى كده ان حصل فاتيج جميل يبقى لما اوصل للمرحلة ده معنى كده ان حصل فاتيج ده ببصوا لو انا عندي الكيرف ده ولقيت الراجل عامل كده يعني ايه يعني قل اكتر من 50% في وقت قليل شايفين هنا اخد وقت طويل عشان ينزل 50% هنا هب نزل 50% في وقت قليل معنى كده ايه ان العضلة بتاعته بتتعب بسرعة طب ايه المرض اللي احنا اخدناه العضلات فيه بتتعب بسرعة الجميل بتاعنا اللي راجعوه من النظري كويس جدا بكرر راجعوه من النظري كويس جدا كل حاجة فيه في النظري اللي اسمه المياسينيا جريفز قلنا كلمة مايو يعني مصل وماسينيا يعني ضعفه فماسينيا جريفز يعني الضعف الشديد اللي بيحصل في العضل جميل؟ يبقى يقولك ايه المثال اللي ممكن يقللي او ان الصورة دي مثلا يبقى الفاتيج فيها اكتر او بياخد وقت اقل او العضلة بتتعب بسرعة هو المياسينيا جريفز تعرفوا اي حاجة اللي هي علاقة فيه بالنظري كده احنا خلصنا البركتيكال عايزة راجع معاكم مراجعة سريعة لإيه اللي بييجي في البركتيكال تاني الكيرف ده يجيلك ويقولك ده ايه ده عبارة عن ان انا بقيس الفورس بتاع العضلة لغاية مايقل لخمسين في المية فده اللي بقيس بيه الفاتيج يبقى ده الفاتيج لأ اجاب لك كيرف تاني ولقاب ينزل بسرعة يبقى الفاتيج بتاعي اسرع في مرض اسمه المايسينيا جريفز جالك ده قالك ايه عبارة عن ده ده عبارة عن الفورس بتاعت الانقباض يبقى ده الفورس طب ليه كل مرة الفورس بيزيد لانه كل مرة ما بتضغط اكتر بتزود الموتور يونت اه او المسل يونتس يعني اللي بيحصلها استيميوليش طيب جالك الصورة ده وقالك ايه ده قال يبقى ده الامج using الديناموميتر مش الامج بس الامج اللي انا بستخدم فيه الديناموميتر اهو اللي ماسكه في ايده ده طيب جالك الصورة ده ده الامج العادي خالص لان ماسك كورة في ايده طيب اللي فوق ده الامج اللي تحت ده الانتجريتد اي امج اللي فات هيجيلك الرسمة دي ايه ده ده الارتيفاكت ايه ده ده الكمباوند اكشن بوتينشل ايه المسافة اللي ما بين الستيميوليتنج لغاية الكمباوند اكشن بوتينشل ده الليتنت بيريوت بأسبابها بالديفنيشن بتاعها بكل حاجة طيب النيرف كوندكشن تيست او التيست ده باستخدمه علشان ايه علشان اريكورد الفلاصتي سرعة التوصيل واشوف الفونكشن بتاعة النيرف عادة يعني مش بيسألوا في اجهزة ولا الاجهزة بتتكون من ايه بس برضو انتو تعرفوا كل حاجة لان الله اعلم يعني فاهمين الله اعلم يبقى ده اللي ممكن يتسأل في هذا الجزء وغالبا الاسئلة بتاعتو بتبقى تفهق واجهين امتحان يعني كل مرة انتو بتبقوا متخيلين ان المواضيع صعبة بس بعد الامتحان بتكتشفوا قد المواضيع سهلة والامتحان بيجي مباشر واسئلة ان شاء الله رب العالمين تبقى مضمونة فربنا معاكم واستبشروا خير كده وقالقاكم على خير ان شاء الله المديول القادرة